أكد مكتب الأمم المتحدة لتنصيق شؤون الإنسانية أوتشا أكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت 22 طلباً قدمه خلال شهر الماضي لفتح حواجز التفتيش المقامة في ودي غزة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع وأضاف مكتب الأمم المتحدة أنه لم يطلق أي رد بخصوص تلك الطلبات وحذرت الأمم المتحدة سابقاً من أن 2.2 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة في قطاع غزة الوقع تحت عدوان وحشية وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة أكد أن إسرائيل تواصل عرقلة توصول معظم المساعدات إلى شمال قطاع غزة مشيراً إلى أن عشر عمليات مساعدات فقط قد وصلت شمال القطاع من أصل 61 عملية في الشهر الماضي